ضمن مساعي الولايات المتحدة لبتر زراع طهران في المنطقة وتقويد نفوذها تلتزم واشنطن بفرض عقوبات بين الحين والآخر على إيران لمنع وصول إمداداتها النفطية إلى سوريا عقوبات أدت إلى خسائر كبيرة تكبدتها إيران حيث ذكرت صحيفة Wall Street Journal الأمريكية أن العقوبات تسببت بقطع شريان الحياة الذي كان يغذي نظام أسد طوال السنوات الثمانية الماضية فمنذ كانون الثاني المنصرم لا يصل إلى مناطق سيطرة النظام إمدادات النفط الإيرانية بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران والنظام ما أدى بحسب الصحيفة إلى خسارة قدرت بنحو 66 ألف برميلا يوميا خلال الثلاثة أشهر السابقة أزمة النفط وصلت إلى صهاريج التخزين في بانياس أكبر مصفات للنفط في سوريا حيث باتت فارغة ما دفع النظام إلى الاعتماد على أسطونات الغاز القادمة من روسيا معلومات أكدها مزود البيانات البحرية ومنذ انسحابها من الاتفاق النووي حاولت الولايات المتحدة خلق إيران في سوريا حيث سعت لعزل النظام بسبب الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري فيما فرضت عقوبات أيضا على زراعها ميليشيا حزب الله اللبناني كما تواصل الولايات المتحدة مع حلفاء إقليميين مراقبة ناقلات النفط التي تنتقل من إيران عبر قناة السويس إلى الموانئ السورية